السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخه وتدابر نورا مرحبا بكل المشتركة في الفيديو تالي هاليوما رايح انتوكم معايا كيكة شيشة وخفيفة كيكة التفاح رايح تكون بمكونات بسيطة موجودة في كل البيت وبنها عظيمة ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير هاد الكيكة وتجربوها واذا اجبتكم الفيديو تالي هاليوما شجعوني بالاشتراك في وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد نبدأه على بركة الله في طريقة التحضير وكذلك المقادير في نفس الوقت اول حاجة في اناء رايح انحط 3 حبات بيض تكون بدرجة حارة الغرفة نزيد عليهم غرفة كبيرة ملافاني رشة تع الملح كاس الى ربع من السكر حجم الكاس 220 ميلي لتر رايح اخلط كل هاد المكونات مع بعضها البعض حتي يدوب كامل هادك السكر والخليط هاد يضع في الحجم ديالو ويولي اللون تعو لون فاتح بعد ما اطلع كامل هادك البيض والسكر رايح انضيف الزيت زيت نضيفها دايما بالتدريج هنا عندي كاسة الزيت رايح نحطها بالتدريج نحط كمية صغيرة وندخلها منيح في هادك السكر والبيض ونبدأ نضيف كما نخدم لمايوناز حتي هنا نكمل كامل هادك الكاسة الزيت نخلط شوية بالبطر بعد ما تدخل كامل هادك تشكل لي هادك العموس هي اللي حتى عطيني الكيكة خفيفة وهشيشة الآن خلاص ما نسحقوش البطر رايح نستغنى عليه نحي ونبدأ نضيف في الفارينة هنحط الكاس الاول تاع الفارينة ونضيف الكاس الثاني تاع الفارينة دائما حجم الكاس ميتين وعشين ميلي لتر ودائما اخوات تنقلكم بالنسبة لفارينة نضيفها بالتدريج لانه حجم الفارينة رايح يختلف على حساب نوعية الفارينة وكذلك حجم الحبات على البيض المستعملة نضيف مع الفارينة زوج اكياس من الخاملة الكيميائية حجم الكيس الواحد عشرة غرام دائما نصفي هاد المواد الجافة باش نتحصل على كيكة الجيني خفيفة وهشيشة ندخل لمنح هاد الفارينة في الخارط اللي تحصلت عليه ونشوف القوامة العجينة اذا كانت ما زالها تحتاج للفارينة اولى هنا العباطة يخفيفة بالبزاف رايح نضيف لها الفارينة بنسبة الكاس الثالث دائما نضيفه ندخل لمنح هاد الفارينة في العجينة نضيف نصف الكاس المتبقي هناك كل استعملت ثلاثة كيسانة فارينة حجم الكاس ميتين وعشرين ميليليليتر وندخل لمنح هاد الفارينة حتى نتحصل العجينة تكون نوعا ما تقيلة شوية على العجينة اللي نخدمو بها الموسكوتشو رايحين نشوفو علاش العجينة هندتها تقيلة شوية نحب هاد العجينة بجيها ونحن نوجد التفاح اللي هنحضر به هاد الكيكا هنا عندي ربع حبات تفاح ثلاثة الى ربع مغرفة كبارة تعال الكوكا ويكون ايفيلي محمص مغرفة كبارة تعالي بي بي دو شوكولات زج مغرفة كبارة تعال السكر وحبات تعالقارس في الاول نبدأ نسكر فجل حبة تعالقارس نحكام لزاست ديالها نحاول انني ما نلحقش للمنطقة البيضاء لانه المنطقة البيضاء هي حتعطيني المرورية ومن جهة اخر رايحة نقطع عرفا نقشر كامل هادك التفاح بعد ما نقشره كل ما نقشر حبة التفاح رايحة نندهنها منحب هادك الليمون هكدا بش ما تكحلش وما تتاكسج بعد ما نكمل كامل نقشرهم ونمسحهم كامل بالقاس رايحة نسكرفجهم في السكرفاج يكون خشين بعد ما نسكرفج تربعة حبة تعال التفاح رايحة نضيف عليهم عاصر تعالليمون المتبقي لي بقالي هكدا بش ما يتاكسج هادك التفاح ويحافظ على اللون دياله نخلط مليح هادك التفاح مع القاس ونحطه بجهة نولي الآن الإناء اللي حطيت فيه مبشور البرتقال نحط فيه من ثلاثة إلى أربع مغارف كبار تعال الكوكاوي يكون محمص ويكون هكدا إيفيلي نضيف له مغارفة كبيرة من لبيبيت دو شوكولات تستعملوا لبيبيت دو شوكولات بذوق شوكولات سوداء أو شوكولات الحليب أو شوكولات البيضاء نضيف له زج مغارف كبار تعال السكر تستعملوا كذلك السكر البني أما بالنسبة لهذا التفاح رايحة نعاصره منيح منيح وراحة نضيف لهذا الخليط تعال المكونات نتخلص كامل من هادك الماء اللي يكون في التفاح نصفي هذا كل ما اللي تحصلت عليه ونضيفه للعجينة اللي كنت حضرتها كما شفتم معايا العجينة كانت تدقيلة رايح نخففها بهذا العاصر التفاح والقارص رايح يعطيها بنا وراحين كذلك نحفظه على كامل الفيتامينات الموجودة في التفاح ندخل منيح هادك السوائل في العجينة حتى نتحصل العجينة تكون بغيونت وتزيد تولي خفيفة شوية تولي مثل عجينة الموسكوتشون هاده هو القواب اللي نتحصل عليه هنه عندي مول اللي كنت اللي يمشي للفن كنت دهنته كامل بالزيت وكذلك رشيت عليه الفارينة نحط فيه العبات اللي كنت وجدتها حجم المول 25 سنتيمتر على 30 سنتيمتر نوزع العجينة كامل على الأطراف هكذا بش جيني الكيكة للارتفاع تحال نفس الارتفاع كامل ونحطها بجهة هنا بالنسبة لهذا كتفاح كان عندي شوية عزبيب في التلاجة اضفته له ونخلط كل هاد المكونات رايح نبدل الإيناء من الأفضل هنا كنت اضفت كذلك شوية على فاني وراح نخلط كل هاد المكونات مع بعضها البعض حتى تندمج كامل هادك المكونات رايح نحط هاد الخالد فوق السطح الكيكة نفرشه كامل على سطح الكيكة هكذا بالعقل بالعقل حطه كامل على السطح هنا كنت سخنت الفن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 4 ساعة على الأقل 10 دقائق وراح نحط هاد الكيكة الطيب في الفن اللي كنت سخنته من قبل على درجة حرارة 180 درجة نخليها حتى تتحمل كامل في الأطراف ثم ندخل الموس ونشوفها لما الطيب رايح نطفي عليها الفن من الأسفل ونشعلها الفن من الأعلى ونخليها تاخد اللون الذهابي لا كنت تشوفوه فيه ونخليها بجهة تبرد بعد ما تبرد رايح نرش على السطح تبقى هاد الخطوة اختيارية شوية سكر غلاس سكر ناعم نرش كامل هاد السطح هاقده سيعطيها منظر الشباب طريقة تزيين تبقى على حساب الضغبات اي اه عفونا على حساب الضغبات ديالكم نقسم لكم تشوفو كيفاش جات هاد الكيكة كيكة التفح بحجم عائلي جي خفيفة وهشيشة ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضر هاد الكيكة وان شاء الله تجذبوها ان شاء الله تعجبكم الوصفة عنها اليوم وان شاء الله تجذبوها اذا اجبتكم الوصفات عنها اليوم لا تنسوش تدعوني بالاشتراك في القناة للاخوات لماذا لا اشتركوش وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد اترككم في امن الله في فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة